بعد طول انتظار وخلافات سياسية عميقة، أصدر مجلس النواب العراقي قانوناً لإلغاء الامتيازات لجميع المسؤولين في الدولة من منصب مدير عام إلى رئيس الجمهورية. القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة لأكثر من مرة لأسباب سياسية تجد اليوم توجها سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح. القوانين تضمنت عدة قرارات أهمها إلغاء المنح المالية التي خصصت للنواب عام 2015 ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ مالية للعلاج للرئاسات الثلاثة ومنع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية كبدل للسكن للنواب. بعثة الأمم المتحدة في العراق دخلت بدورها على خط الأزمة وطالبت السلطات العراقية بحماية المتظاهرين واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للتظاهرات واللجوء إلى الحلود الأمنية للتعامل مع المتظاهرين ما يجعل المشهد العراقي مفتوحاً على سيناريوهات مختلفة. فراس حمزة العربية